وفعلاً كرة كانت حلوة جداً وشفنا مطش ممتع وده اللي احنا كنا أنا وكريم نتكلم فيه مبارح لو حضراتكم فاكرين قلنا عايزين نشوف مباراة ممتعة في الأول وفي الآخر احنا كنادي أهلي واثقين دايماً من الفوز لكن أنا مش عايز أن أنا أفوز وأفوز على نفسي من غير لما أحس أن فيه تنافس على الأرض أنا مش عايز أفوز بسهولة دايماً الكبير ما بيحبش أن هو يوصل للفوز أو يوصل للانتصار بسهولة أنا عايز يبقى فيه تنافسية عايز كل الأندية كالعادة وده اللي بيحصل كل موسم يبقى عنده روح كده وعزيمة وعنده أمال أنه هو لما يلاعب النادي الأهلي على الأقل يوصل لنفس المستوى الفني قلنا ده على فكرة اللي صالح الكرة المصرية وقلنا ده أكيد هيكون ممتع في الأول وفي الآخر ليه جمهير النادي الأهلي من أول لحظة وخليني أقول لحضراتكم لفت انتباهي بشكل كبير جداً يعني الماتش والتشكيل اللي لاعب بيه كولر وكمان بالده في فكرة إمام عشور هنا تحت راس الحربة يعني أنت بتتكلم أن إمام عشور كان بلايميكر وده يعني مؤشر كبير أن كولر ابتدى يمارس ويتو بيه توظيف اللاعبين اللي احنا نعرفه عنه مؤخراً كمان بشكل كبير فأكتر من مركز لإبراز طبعاً إمكانياتهم الفنية وده بيحصل فعلاً على الأرض يعني ما بتشوفش مثلاً لاعب بيلعب في مركز مختلف وأداءه لا مش جاهز لسه أو تقول لا المركز ده مش بتاعه إزاي كولر حطه هنا لا كولر لما بيغير مراكز أو بيعتمد على لاعب في مركز معين بيبقى مرانه عليه كويس جداً بيبقى واثق أن اللاعب ده لما حينزل في المركز ده حيقدم أكتر أو أفضل ما عنده ده حقيقي لازم دي شهادة لازم نحنا نقولنا نقولها شوفنا كمان الأسست الرائع جداً يعني الإمام مكان بيعمله وتسجيل بيرستاو بيرستاو كان أكثر من رائع كالعادة وننكلم له الهدف الأول هنا تحديدنا وقبل كمان نهاية الشوت الأول كان عندك يعني حسين الشحات اللي لحقوا به الهدف التاني برضو من أسست كان أكثر من رائع بتتكلم عن أسست يعني أحمد نبيل كوكا أنا بتكلم بحماس لأن أنا سعيدة أنا واحدة من الناس اللي فرحانة جداً بغض النظر عن الناس اللي كانت بتحلل المباراة قبل حدوثها يعني بالأمس يقول لك لا دي مباراة سهلة والإسماعيلي أصلا ده مش الإسماعيلي اللي احنا نعرفه حتى لو كابتن إيهاب جلال من المديرين الفنيني اللي عمل شغل مع أندية أخرى واتكلمنا عن شغل مع المقاصة واتكلمنا عن يعني كابتن إيهاب جلال في العموم لكن بغض النظر عن كل ده احنا كنا داخلين المباراة دي ما عندناش حاجة سماس للإسماعيلي مش في حالته الجيدة على فكرة مبارح الإسماعيلي من الحضراتكو طبعاً تابع وركز الإسماعيلي كان بيلعب غير الإسماعيلي اللي كنا نعرفه تماماً الموسم اللي فات يعني إسماعيلي الموسم اللي فات آه كان يعني بأعجوبة نفد من الهبوط لكن إسماعيلي هذا الموسم أنا أعتقد هيكون فيه وضع تاني خالص حتى وإن كان فيه تحسن ولو بنسبة 50% أنا أتوقع ده لأن واضح دلوقتي حتى هذه اللحظة لا فيه أداء فيه روح رجعت مرة تانية الاستقرار الإداري اللي احنا اتكلمنا عنه برضو في الإسماعيلي أثر إلى حد ما حتى هذه اللحظة فيه الفنيات الأفضل النتائج الأفضل شوية ليه نادي الإسماعيلي حتى بتشوف اللعيبة بتلعب شوية بروح على المطشاط أو على الموسم تحديدا اللي فات كمان بتكلم عن هدف تاوفي يعني أو التالي التحديد اللي كان ليه برضو يعني كده لأ كان برضو عارف أنت مش بتشوف جوال وخلاص لأ أنت بتشوف جوال مع أداء حلو ده مزيج أو ده أعتقد مزيج مش سهل أن أنت تعمله على الأرض وفي نفس الوقت بتمتع الجماهير بتاعتك بشكل عام فلا أنا بتكلم أن بجد فيه يعني أداء أكثر من رأعه وفيه نقلة كبيرة جدا على يد هذا المدير الفاني اللي أنا هرجع قلت تاني قلت الكلام ده منذ قدومه من أشهر عديدة قلت كولر من المدرين الفنيين اللي بجد ممكن شوية لو أنت حتقارن بي المدرين الفنيين الماضيين مع النادي الأهلي أنا بشوف أنه هو فيه كتير جدا من منوال خسيل أنه هو بيجمع بين المهارة الكبيرة جدا وفي نفس الوقت الشق النفسي اللي هو بيلعب عليه التقارب ما بين كمان أو حب جماهير ده أمر مش سهل أي مدير فني على فكرة أنه هو يحصل عليه هتلاقي ممكن فيه يعني مدرين فنيين كتير جدا عدوا عن نادي الأهلي بس قصة مدير فني ينال ثقة وينال حب الجماهير بالسرعة دي دي مش سهل قوي لكن طبعا أعتقد إحنا كلنا متفقين إحنا شفنا ده مع مارسل كولر